طبعا نقول لك الحاجة أنا عندي أحمد ابني 16 سنة أقسم بالله العظيم يلعب درجوله في أي حتة في خلال سنتين ثلاثة كل اللي بيكل ما يروح حتة عارف يقول لك إيه ده ضعيف طبعا تم ناخده مرانا ما يتمرن وقويه وجمال فكلمت أحمد دولي أحمد حمدي ما يمشيش من هذا لعب نفس الكلام فاوز زي ما كنت نتكلم فاوز حناوي فاوز حناوي برضو كانوا ممشيين وكتبين في تقرير إنه ويمشي نقول لك ده مش هيمشي وكان بيلعبها فاوز الحمد أنا أنا فاوزي صلاحة لا ما تفرجتش عليه فاوزي طيب فاوزي حناوي أنت عليكم بيلعبها كان بيلعبها قد كده وبيلعبه باكلفت نفس الكلام أنا أنا مش هقول ميسي أنا هقول ما صلاحة هو يعني كتير من الناس قالت لك صلاح ده ما يلعبش أساسا ما هي العين اللي بتتفرج بالاختبارات بنقعد في الاختبارات الناس كلها مركزة إن أنا عاوز واحد بدني واحد جاي جاهز مين اللي هيجي لك أصلا لا في مراكز في مراكز في الملعب ممكن أبقى بحتاج فيها التكوين والناحية البدنية على أعلى مستوى بس في مراكز ثانية مش مطلوب ده في مركز يعني يعني إحنا نمر عشرة أنا ممكن أقول لحاك عشرة خمساشرة لعيبة أبهروا العالم كانوا بدني مش أحسر حكا في الدنيا ممكن تجيب لعيب بدني كويس قوي 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 ما بيعرفش يقدر يقدر مسافيات يقدر كرة إمتى هتوقفوا إمتى يعني ماتش النادي الأهلي فيه لعيبة كتير قوي بتلعب يا كانت بدني معنده اش كرة نوiosis مثلا ماتش النت بتاع مات زمالك وآه الكرة اللي علي نحة الشمال كان كان السريد باك آآه آآנ اه ماتشا كابتن ماتشا قال له زمالك تنين أتنين انتين واحد اللي فات ده العخريني ده كرة نحة الشمال الرجل واقف عمل كده عادة انت فاتحه و احنا بنقول للعيب المدافع لما تدي له سكة يعني اللي بتقوم بجنب يعني انت غير كده بتخيره انه يعمل إيه؟ ما دي احنا برضو ما هذا اللي انا بتكلم عليه اساسيات والكرة وانت صغير في النادي الاهلي